السلام عليكم معكم المنور من قناتي يانسون وكراويا وصفتنا النهاردة من المطبخ الكوري وطبعا مشهور ان المطبخ الكوري من اشهر المطابخ والازها في العالم والاكلات الكورية من اشهر الاكلات هنعمل النهاردة طماطم مخللة او مقبلات الطماطم بطعم فوق الخيال طعم مميز ما ظنش انكم تزوقتو قبل كده وطبعا الطريقة سهلة جدا وسريعة يعني بتاكلوها تاني يوم ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة هنحتاج كيلو ونص من الطماطم او الكمية اللي تحتاجوها والطماطم المستخدمة لازم تكون جمدة جدا ولونها فاتح واش احمر بالشكل ده هنقطع الطماطم نصين ونشيل الجزء الاخضر بعد كده نقطع كل نصف لشرايح سميكة شوية لازم الشرايح تكون سميكة عشان ما تتهريش ونحط الطماطم في طبق غويت شوية بعد كده هنحتاج حبتين من الفلفل الالوان الاصفر وممكن واحد اصفر وواحد اخضر بس يفضل يكونوا من الاصفر فقط وحبة واحدة من الفلفل الحامي وممكن تستغنوا عن الفلفل الحامي لو ما بتحبهوش هنقطع الفلفل ونفرموه في الكبه ولو ما عندكوش كبه ممكن تتحنوه في الهون او تحطوه في الخلاط العادي وعليه شوية مية صغيرين وتخلطوه اهم حاجة ان الفلفل يكون ناعم بعد كده هنفضي الفلفل المفروم في طبق او علبة بلاستيك وهنحتاج كمان تلات اعواد من البقدونس وتلات اعواد من الشبت نقطعهم صغير ونضفهم على الفلفل المفروم وكمان هنضيف فصين توم مفرومين التوم ده مفروم بس هو شكله قطع كده عشان انا حطوه في الفريزر بعد كده هنضيف التوابل هنضيف تلات معلق صغيرين سكر وكمان هنضيف اربع معالق صغيرين ملح ومعلقة صغيرة من الكسبرة النشفة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونضيف معهم حوالي اربع معالق كبار خلق ابيض وست معالق كبار زي الطعام ونقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا بعد كده نضيف كل المكونات دي على الطماطم اللي قطعناها ونقلبهم مع الطماطم موسيقى 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 بعد كده هجيب اي بطرامون زجاجة عندي مغسول بمية سخنة وناشف من المية وممكن علبة بلاستيك بس لازم الغطا بتاعها يكون بيتقافل كويس وهحط فيهم الطماطم موسيقى 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 بعد كده نفض السواية الباقية من الطماطم في البطرامونات ونقفل البطرامونات كويس جدا موسيقى موسيقى الطماطم دي ما بتتكلش قبل اربع ساعات من عمالها موسيقى 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 طعمها الحلو الجميل باين من شكلها فعلا طعم الطماطم في منتهى اللزازة جربوها هتحبوها قوي وبالهنة والشفا مقدما والسلام عليكم